حسن الحسن بالمناسبة طلب من اتحاد الكرة الاعتذار عن المشاركة في الدورة الودية اللي جاية في الامارات اللي كان المفروض تبقى من 22 لحد 26 مارس اللي جاي اللي هيشارك فيها بجانب مصر منتخبات تونس ونيوزيلندا والمنتخب الكرواتي حسن يمشي ايه في انه الافضل ان منتخب مصر يواجه منتخبات من التصنيف التاني او التالت خلال فترة التوقف اللي جاية عشان اللعيبة تبدأ تتعرف على شغله قبل مواجهة بوركي نافاس وغنيا بساو في يونيو اللي جاية في تصنيفات كاس العالم تمام فلسه الوضع بقى مش معروف حتى هذه اللحظة ايه اللي ممكن يحصل فيه آآ لسه ما فيش ما فيش آآ كلام من اتحاد الكورة رسمي عن الاعتذار عن الدورة بس لو الاتحاد اعتذر عن الدورة آآ كمنتخب اول يشارك فيها فممكن المنتخب الاولمبي هو اللي يشارك بدلا من المنتخب الاول طيب العقد اللي بين اتحاد الكورة والشركة المنظمة موجود فيه ان المنتخب الاول هو اللي هيشارك فده معناه ايه؟ معناه انه اتحاد الكورة هيحاول يتفاوض مع هذه الشركة طيب لو الاتحاد معرفش يتفاوض مع هذه الشركة ان المنتخب الاولمبي هو اللي يشارك اتحاد الكورة هيبقى مطالب انه يدفع خمسين الف دولار شرط جزائي عشان يعتذر عن هذه الدورة هتقول لي هقولك بصراحة يعني كابتل حسام قادر انه يلعب مع ايه مدارب تاني هقولك عنده حق يبدأ بمستلات خفيفة كده عشان لسه العبها هتطبع عليه فما يشلش مباراة صعبة من الاول بس ينفع تعدي ينفع تعدي عشان بس ما نشلش خمسين الف دولار على الفوادي الا لو عرفنا نقنع الشركة المنظمة انه منتخب الاولمبي هو اللي يشارك في هذه البطولة طيب